بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وسهلا طلبت وطلبات الصف الرابع لابتدائي في حل اختبار سلاح التلميذ على المفهوم الثاني مادة العلوم نبدأ مع بعض حل الاختبار بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة العلم مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد السؤال الأول بيقول ضع علامة صحة أو خطأ أمام العبارات الآتية واحد يختزن قطار المليهة السريع طاقت وضع أثناء صعوده أعلى المنحدر طبعا أثناء صعوده أعلى المنحدر طبعا بيختزن القطار فعلا طاقت إيه طاقت وضع هذه العبارة صحيحة اتنين عند استخدام الفرامل لإيقاف السيارة يعني وأنا بستخدم الفرامل عشان أوقف فيه السيارة فإن طاقت الحركة تختفي ولا تتحول لأي صورة أخرى طاقة الحركة بتختفي ولا تتحول إلى أي صورة لأ طبعا فعلا هو طاقت الحركة بتختفي وتتحول إلى طاقة إيه وضع هذه العبارة إيه خاطئة رقم ثلاثة طاقة الوضع هي الطاقة التي تسبب حركة الأجسام نركز مع بعض هنا طاقة الوضع بتسبب حركة إيه الأجسام بينما طاقة الحركة هي الطاقة المختزنة في الأجسام ده هو عامل إيه هنا ده عكسها يعني المفروض هنا هو أقوله طاقة الحركة هي الطاقة التي تسبب حركة الأجسام بينما طاقة الوضع هي الطاقة المختزنة في الأجسام هذه العبارة خاطئة رقم 4 الطاقة الضوئية من أمثل الطاقة طاقة الوضع هذه العبارة خاطئة السؤال رقم 2 اختر الإجابة الصحيحة 1 في السيارة يتم تحويل طاقة الوضع الموجودة في نقطة إلى طاقة حركية طاقة الوضع الموجودة في البنزين إلى طاقة حركية تخيل أنك تمسك بكرة على ارتفاع عال ورد وتركتها تسقط أي من العبارات الآتية عن طاقة الكرة يعد غير صحيح غير ايه؟ غير صحيح يا ترى رقم 1 تمتلك الكرة حركة أثناء سقوطها تمتلك الكرة طاقة وضع قبل سقوطها من اليد تسقط الكرة لا أسفل بسبب قوة الجاذبية الكرة لا تمتلك أي طاقة طبعا الاختيار الصحيح هو رقم ايه؟ رقم دير رقم 3 من مصادر الطاقة الكيميائية مصادر الطاقة ايه؟ الكيميائية البطارية الكمر الرياح المسبوع الكهربائي طبعا البطارية السؤال رقم 3 أكمل ما يأتي واحد يقوم جسم الإنسان بتحويل الطاقة نقطة في الطعام الطعام موجود في طاقة كيميائية طاقة ايه؟ كيميائية إلى طاقة ايه؟ حركة من أمثلة طاقة نقطة شخص يقف فوق سلم طبعا إذا كان كده إذا كان واقف يبقى إذاً دي طاقة ايه؟ وضع وإذا سقط هذا الشخص من على السلم تتحول هذه الطاقة إلى طاقة ايه؟ حركة رقم 3 طاقة الوضع في جسم على ارتفاع 100 سنتي نقطة من طاقة الوضع في جسم على ارتفاع 70 سنتي طبعا إيه؟ أكبر رقم 4 صلة العمود ألف بما يناسبها من العمود إيباء طاقة الحركة طاقة كهربائية أقول له هنا من أمثلة طاقة الحركة فتاة تمشي بحزاء تزلج على ممشى سمع أصوات السيارات في الخارج طبعا دي طاقة الحركة اللي هي فتاة تمشي على طول طاقة كهربائية أقول له ايه؟ أقول له من أمثلة طاقة ايه؟ الحركة السؤال بعد كده هوت بيقول لي ايه؟ أجب عن الأسئلة الآتية الشكل المقابل لبندول يتحرك كما هو موضح بالرسم يعني هنا هو ده ارتفاع 90 وده ارتفاع ايه؟ 90 وهنا ده ارتفاع 60 يمتلك البندول أكبر طاقة وضع عند النقطتين ايه و ايه؟ طبعا المفروض عند النقطتين ألف و ايه وجيم ده أكبر طاقة ايه طاقة وضع هنا بيقول لي فسر إجابتك بأسلوبك طبعا أقول له لأن الكرة في النقطتين ألف وجيم على ارتفاع أكبر من الكرة في النقطتين ايه؟ بي هنا هو النقطتين ألف وجيم الكرة هو أكبر من الارتفاع عن الأرض عن الكرة ايه؟ عن الكرة بي اللي هي دي يعني اتنين دولة أكبر من دي السؤال رقم 6 صنف الأمثلة الآتية إلى طاقة وضع وطاقة ايه؟ وطاقة حركة طفاحة على الطاولة هقول له ايه؟ وضع طيب سيارة طاقة في أعلى جبل طاقة وضع طفل يسير أول ما يقول يسير يقول له ده ايه؟ حركة دفع عربة التسوق حركة لف زنبرج سيارة لعبة ده ايه؟ وضع طبعا بكده ننتهي من حل اختبار سلاح التلميذ على المفهوز الثاني من كتاب سلاح التلميذ صفحة 213 بدعوكم العمل سبسكرايب او اشتراك على قناة الان مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة